موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نص تضيف اليوم من دمشق وعبر الهاتف الباحث في شؤون الاستراتيجية دكتور سليم حربة صباح الخير دكتور سليم صباح الخير أخي دياء تحياتي لكم والمشاهدين لك يا رمي أهلا وسهلا بك أبدأ معك من سوريا دكتور سليم وتحديدا من عنوان صحيفة البناء اللبنانية التي تقول بأن سوريا توجه رسائلها التركية عبر جبهة الجولان وردع إسرائيل تحديدا ما بين تركيا وسوريا إلى أين يتجه البعض خصوصا بعد التواغل التركي في الأراضي السورية دعيني أقول هذا التوصيف صحيح ودقيق لأن الرسائل السورية المركبة من الميدان باتجاه الكيان الإسرائيلي وخاصة بالعملية الاستراتيجية الواسعة التي بدأت ولن تتوقف وما زالت مستمرة وأصابت مجميع الأرهاب في المنطقة الجنوبية بنكبة حقيقية على المستوى البشري والنفسي والعملياتي وأصابت الكيان الإسرائيلي بشيء من الزعر وبالكثير من الزعر بسقوط أوهامه بما يسمى الجدار العازل أو جيش إسلام جيش لحد الإسلاموي وبنفس الوقت أيضا العملية التي نفذها الجيش العربي السوري في المنطقة الشمالية في شمال حلب أيضا كانت برسائلها مباشرة للمشموعات الإرهابية التي منيت بهزيمة نكراء في الميدان وأيضا وصلت ارتداداتها وهزاتها الارتدادية إلى قصر أردوغان الأبيض والعدوان التركي الذي أتى تحت حجة وزريعة نقل ضريح سليمان شاه ربما كان أيضا أكثر من عدوان وأكثر من فتح قبر سليمان شاه يعني جاء لي ربما ليعكس جملة دلالات إذا شئتي سنتحدث عنها لكن أنا بالمحصلي أقول أن جبهة العدوان أصبحت واحدة أي بمعنى الكيان الإسرائيلي ونظام أردوغان ومن يقف خلفهما وفي النسق الأول لهما هذه المجموعات الإرهابية المنتمية إلى تنظيم القاعدة بمشتقاته جبهة النصرى ومشتقاتها الآن هو واحد لكن حقيقة اتجاه تركيز الجهود الرئيسية لخصوصية المنطقة الجنوبية ربما يكون وخطورتها أيضا ودعم الكيان الإسرائيلي بشكل حاد للمجموعات الإرهابية وتبنيها كمشروع وأصبحت زراع كما هي زراع لتنظيم القاعدة في بلاد الشام الآن هي زراع للكيان الإسرائيلي كما المجموعات الإرهابية هو جبهة النصرى في المنطقة الشمالية زراع مركبة لتنظيم القاعدة ولظام أردوغان لكن حقيقة الأمر مؤشرات ومبشرات الميدان السوري تقول أن الدولة السورية وفي مقدمتها الجيش العربي السوري يمتلك زمام المبادرة ويوجه رسائل من الميدان ورسائل شعبية ورسائل سياسية ربما مركبة وواضحة تقول أن المبادرة بيد الدولة السورية نعم على كل حال عن هذه الرسائل سنتحدث وأيضا عن دلالات نقل رفاة سليمان شاه أيضا سنتحدث ولكن بعد أن نستمع إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم ابقى معي لو سمحت دكتور سليم إلى عنوين الصحف والتفاصيل أهلا بكم جولتنا في عنوين الصحف العربية لهذا اليوم نبدأها مع صحيفة شروق تونسية ونقرأ فيها مطار تونس قرطاج القبض على طبيب داعشي وستة إرهابيين دواعش ليبيا في الكماشة الجزائر تنشر أربعين ألف عسكريين على الحدود وقصف مصري وأنزال في سرط من صحيفة شروق تونسية إلى صحيفة الرياض السعودية ونقرأ فيها في الشأن اليمني هادي يؤيد حوارا خارج صنعاء وبحاح متمسك بالاستقالة دول التعاون تطالب اليمنيين بالالتفاف حول الرئيس الشرعي مؤتمر مكة دعوة إلى تشكيل قوة تدخل سريع لدحر الإرهاب إلى صحيفة البناء اللبنانية وفيها نقرأ في الشأن السوري وفد برلمني فرنسي رفيع يصل إلى دمشق اليوم سوريا تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة العدوان التركي أوباما يدعو الكونغرس لتمديد حالة الطوارئ في ليبيا مجلس النواب يعلق مشاركته في جلسات الحوار وفي صحيفة البناء روسيا تعرض على إيران أنظمة صاروخية متطورة من صحيفة البناء اللبنانية إلى صحيفة الخليج الإماراتية وفيها التعاون يرحب بخروج هادي ويدعو للالتفاف حوله الحوثيون يلوحون بعصى المحاكمة لوزراء بحاح ومسيرات في صنعاء أمريكا تتوعد داعش بهزيمة نهائية مقتل عشرات الإرهابيين وشارل ديجال تنضم إلى الحرب إلى صحيفة الوسط البحرينية ونقرأ فيها ضريف تقدم بالمفاوضات النووية لكن الطريقة لا يزال طويلا من الشأن الإيراني إلى الشأن الليبي عنوانة الوسط البرلمان الليبي المنتخب يعلق مشاركته في حوار الأمم المتحدة وفي صحيفة الوسط أربعة قتلة في تفجير انتحاري على طريق السيدة زينب بسوريا والزوار البحرينيون بخير إلى الشأن المصري وصحيفة الأخبار المصرية القمة العربية تناقش دعوة السيسي لإنشاء قوة عسكرية موحدة هذا الكلام لنبيل العربي وترحيب واسع بحديث الرئيس السجن المشدد خمس سنوات لعلى عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن في أحداث مجلس الشورى ونختم هذه الجولة مع صحيفة النهار الكويتية ونقرأ فيها البنتاجون ندفع داعش بعيدا عن الكويت وزير الدفاع الأمريكي التقى سمو الأمير وأشاد بالدعم الكويتي للتحالف كارتر الحرب على الأرهاب تتجاوز سوريا والعراق وسنلحق هزيمة نهائية بالتنظيمة مع هذا العنوان نأتي إلى ختام هذه الجولة في عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم عودة إلى برنامج آخر طبعا نعود إلى النقاش بعض هذه العنوين ولكن قبل نقاش هذه العنوين دعوني أرحب بضيفنا في الستوديو الخبير في الشؤون الاستراتيجية دكتور وفي إبراهيم أهلا وسهلا بك دكتور وفي كنا نتحدث مع دكتور سليم حلبة عن موضوع الرسائل السورية إلى تركيا دكتور سليم ما زلت معي صدري نعم كنا نتحدث عن تلك الرسائل وعن دلائل نقل رفاة سليمان شاه يعني كنت تريد أن تقول ما هي هذه الدلائل هل لك أن تخبرنا بها؟ أولا لو سنحتي لي فقط تصحيحا لما ورد في مقالات الصحف لم يحصل أي جير في السيدة الزينب أو في محيط السيدة الزينب عفوا لم يحصل لم يحصل أي تفجير أي تفجير نعم في محيط السيدة الزينب أو في مقامها أو حتى على الطريق الواصل إليها هذا الخبر عارن عن الصحة خبر يعني من الذي أطلق هذا الخبر من الذي روج له لا أعرف أي صحيفة يعني ربما كنت أتابع أو أستمع إلى مقالات الصحف لكن لا يوجد هذا الخبر عارن عن الصحة عموما أخذ ضيارة الوسط البحرانية أعتقد نعم عموما أخذ ضيارة يعني أنا أعتقد أن العدوان الأردوغاني التركي على سوريا سيادة وشعبا وأرضا وسلامة أراضيها يأتي في هذا السياق ليعكس عدة دلالات فعلا أولا الدلالة الأولى أن هذا العدوان يأتي تطورا نوعيا في سلسلة العدوان الذي نفذته حكومة أردوغان ونظام أردوغان على الدولة السورية من أربع سنوات إلى الآن لأنها لم تترك إرهابا إلا جمعته ولا إرهابيا إلا دربته وسلحته ودفعته باتجاه الداخل السوري ومتجاهلة وضاربة بعرض الحق كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة بمكافحة الأرهات 2170 و 178 و 2199 هذا أمر الأمر الثاني أنا أعتقد أن هذا العدوان الآن وهذا التطور فيه العدوان الآن يأتي ليعكس أيضا جملة أهداف آنية زمنية هي أولا أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن هناك حالة طلاق نسبي ولو إعلامي بين داعش وبين نظام أردوغان لعدة أسباب السبب الأول أن مؤشرات الهزيمة الاستراتيجية لداعش ومشروعها بدأت واضحة تماما أي بمعنى التقط أردوغان اللحظة بهزيمة داعش وبدء التخلي عنها وبنفس الوقت أيضا تقديم أوراق اعتماد للولايات المتحدة الأمريكية هو شهادة حص السلوك بأنه لا يدعم داعش علما أن داعش هي صميعة نظام أردوغان بيتعاون مع المخابرات الأمريكية ولكن هو خوفا عذرا على المقاطعة دكتور سليم ولكن هو خوفا على هذه الهروفات من داعش يعني هو يخاف كما هناك بعض التصريح تقول خوفا من داعش على هذه الهروفات نقلها لتكون في مكان أكثر أمنا هو يعني حقيقة المرحلة بين داعش ونظام أردوغان على ما يبدو مرت بمرحلتين فيها الآن بدء المرحلة الثانية المرحلة الأولى هي مرحلة التبني والدعم لداعش لكن على ما يبدو عندما بدأت هزيمة داعش الحقيقية بدأت مرحلة بداية التخلي لأن داعش هي التي كانت تحمي هذا الضريح على مدى أكثر من سنتين ونصف وداعش أصبح واضحا أنها قتلت السوريين والعراقيين واللبنانيين المسيحيين والمسلمين والأكراد والأزيديين والأرمن جميع الناس والأمريكان واليابانيين والأردنيين لكنها أطلقت القنصليات التركية بربطات العنق ولم تمسسهم بسوء ولا بكلمة الأمر الثاني أنها فجرت ودمرت المسجد الإموي في حلب كل الأضرحة للأولياء يعني ضريح ويس القرني عمار بن ياسر وهم صحابة رسول الله في الرقة وحجر بن عدي في عذرة والإمام النووي في نوى لكنها لم تلامس هذا الضريح بسوء وهي التي كانت تحميه إضافة إلى ذلك أنا أعتقد الآن على ما يبدو أردوغان يريد سحب الزرائع من يد داعش لماذا؟ أنا أعتقد هنا أن هناك سيكون ربما ردد فعل من داعش لأن أردوغان انقضى على الاتفاق بينه وبين داعش وسيجد نفسه ربما مشتركا في إطار التحالف الأمريكي في مواجهة داعش لكن هنا أنا أقول هذا ليس تبدلا استراتيجيا هو تبدلا يعني بمعنى هروبا إلى الأمام أي بمعنى هو إذا ترك داعش واحد التي نواجهها الداعش المؤجلة المعجلة التي نسميها معجلة هو حقيقة يدعم ويتبنى داعش المؤجلة أو داعش رقم 2 يعني بمعنى جبهة النصرة ومشتقاتها ما يسمى الجبهة الإسلامية والجبهة الشامية وحركة المهاجرين والأنصار في ريف حلب لأن قوات أردوغان وقطعان أردوغان التي تحركت على أثر عملية الجيش العربي السوري ربما أرادت أيضاً أن توجه رسالة أن سقوط حلب بيد الدولة السورية أو سيطرة الدولة السورية على حلب هو ممنوع الأهم من ذلك أن هذه الآليات التي تحركت أيضاً باتجاه ضريح سليمانشا كانت أكثر من 139 دبابي و572 من الجنود الأتراك هذه عملياً كانت بمثابة فتح جبهة من جرابلوس إلى إعزاز بنفس التوقيت التي كانت تتحرك فيه المجموعة في رعاية أردوغان وأيضاً باشتراك قوات تركية باتجاه الجبهة باتجاه حريتين وباتجاه ريتيان هذا التحرك بالتزامن ماذا فعلوا في الداخل؟ أولاً لإشغال القوات السورية على كامل هذه الجبهة ثانياً هناك معلومات تؤكد أن 50% من هذه الآليات التي دخلت تحت حجد وزريعة نقل هذا الضريح توجهت إلى المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية ولم تعود إلى تركيا إضافة إلى حمولة كل هذه العربات أكثر من 100 عربي محمد دكتور سليم ورطلت إلى أيها المجموعات الإرهابية إذن هذا كان الشكل من الأشكال البروفا والبروبوغاندا إضافة إلى دعني فقط دكتور سليم دكتور سليم دعني فقط أسأل الدكتور وفي إبراهيم عن هذا الموضوع تحديداً وعن رأيه في هذا التواغل التركي وهذه الرسائل السورية باتجاه تركيا دكتور وفي أيضاً هذا التواغل التركي ماذا يعني بالنسبة إليك وكيف قرأت هذا التحرك باتجاه نقل رفاة سليمان شاه هذا التحرك لا يعني إلا أمر واحد هو منع إعلان وفاة الدور التركي في سوريا وفاة الدور التركي منع إعلان وفاة الدور التركي في سوريا الدور التركي في سوريا له بعدان بعد سوري وبعد كردي البعد السوري يتعلق بدرب النظام لوضع الأخوان المسلمين في السلطة البعد الكردي منع إقامة دولة كردية أما وقد صمد النظام طيلة هذه المدة وبدأ يشن هجمات من ناحية الشمال أصيب الأتراك بنوع من الدوار فردوا بهذا الشكل المعنوي هذا موضوع معنوي ألف جندي أو سمع مئة جندي مع مئة آلية يدخلون للراضي السورية من أجل هذا ليس حقيقي كما قال الدكتور حربة يعني هذا يدل على أنهم تمسكين بهذا الدور ويخشون من بعد أمريكي للعملية الكردية القائمة بين السورية والعراق لن تعرف أنت 15 مليون كردي في تركيا على مساحة 20% زيادة 5 مليون علوي يعني كردي هذا يشكل صدمة كبيرة للأتراك لذلك هذه الحملة هي كما قال أعلان حرب نعم أنها لها بعض سياسي ممنوع إقامة دولة كردية في سوريا حتى نظام فدرالي أو كونفدرالي وفاني شغل ممنوع أعطاء النظام فرصة لكي يتحرك في الشمار السوري أو في أي منطقة أخرى لذلك الموضوع له تدعيات أقليمية لن يستقر على هذا الوضع بالأمس إيران أصدر التعليق شبه ديبروماسي قالت أن لا ليس لهذا العملية مبرر وهي مقدمة أنا أعتقد لتدعيات يعني قد تحدث إذا ما أشرنا الأكراد تحديدا هذه التدعيات الأقليمية يعني ما هي هذه أولا أنت تعرفين أن إيران وتركيا بلدان حدوديان نعم متجاوران ولهما علاقات تاريخية دائما تقوم على الصدام يعني طوال مرحلة الدولة العثمانية كان الصدام الفارسي التركي يقوم على الأرض العراقية أنا أعتقد أن الموضوع التركي لن يمر بسهولة إذا لم يترك الأمريكيين من إيقافهم عند حد معين لن يمر من ناحية إيران ومن ناحية روسية لا أعتقد أن القوى الأقليمية والدولية تسمح لتركيا بهذا العبث المجنون يعني واحد يعرف أنه دوره سينتهي يحاول إحياء هذا الدور ولو من طريق الاسترسال في العدوان وعلان الحروب يعني أنه يعرف نفسه عضو بالناتو يعرف أنه الناتو برح يسمح لروسية وإيران يتميدوا معه لذلك يقوم بهذه الألعاب اليوم لا يستهزل قوى تركي بس أيضا الناتو لن يسمح له أيضا بتخطي الدور المشتوب له أيضا الناتو التاريخية منذ 1945 لا يسمح لأي أحد بالتعرض من تركيا لأن تركيا حاجة كانت لناتو لا أعرف إذا كانت لا تزال اليوم بس معنا حاجة طبعا لازلت هي حاجة ولكن هذه الحاجة مضبوط يعني مضبوط تحرك وإلا لماذا لم تقم لم يوافق على إقامة منطقة حضر جوي أو منطقة عازلة أو تدخل عسكرية في سوريا أعتقد أن الدور الأمريكي ملتبس يعني مثلا الأمريكيون يغضون الطرف ساعة يريدون ويمنعون ساعة يريدون العملية التي حدثت حدثت موافقة أمريكية لا يمكن الأتراك أن يقوموا بعملية على هذا المستوى من اختلاق أراضي تركيا ليس بشكل غير مباشر أنه منطريق قوات سوريا قوات تركيا تنتدي الثياب السورية دخلوا مباشرة إذا أعلان حرب تركيا على الجوار هذا العمل لا يمكن الأتراك أن يقوموا به بمعزل إذا كانوا استشاروا داعش الأقل استشاروا الأمريكيين يعني أنا أعتقد أن هناك موافقة أمريكية على هذه المسألة يعني الأمريكيون يبدون من طرف الليساني حلاوة إلا أنهم من طرف الآخر مستمرون من مشاريعهم نعم دكتور سليم سأختم معك في هذا الهاتف سأختم معك هذه المداخلة بسؤال عن دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتشكيل جبهة عربية لمحاربة داعش وهذه المواقف التي اتخذت منها غربيا وإسرائيليا بين مزدوجين ومعنى فقط ثلاث دقائق حتى الفاصل تفضل يعني دعيني يقول أنها دعوة جيدة لكنها متأخرة جدا يعني ونحن فضل من أن لا تأتي أبدا تماما لكن حقيقة يجب أن لا نختزل الإرهاب بداعش يجب أن نعيد الأمور إلى جزرها الإرهاب الذي تواجهه مصر هو الذي واجهته سوريا وتواجهه المنطقة كل هذه الحركات التكفيرية بكل مسمياتها وتجلياتها خرجت من رحم الإخوان المسلمين الإرهاب الحقيقي خرج من هذا الرحم لذلك يجب مواجهة الإرهاب التكفيري بكل مسمياته المتطرفة وأنا أقول أن هذا الحلف ربما أو هذه الدعوة هي حاجة وضرورة استراتيجية حقيقة وقد عبر عنها سمعت السيد عندما قال أن المنطقة الآن تشهد إعادة صياغة بين مشروع التكفير والإرهاب وبين أهل وشعوب هذه المنطقة وعلى وقعها وعلى نتائجها ستصاغ هذه المنطقة ومصيرها ومصير العالم الآن هذه الدعوة إذا أتت وربما أتت عشرات المرات على لسان سوريا وخاصة بضرورة وأهمية التعاون الاستراتيجي بين سوريا وبين لبنان جيشا وحكومة وبين سوريا والعراق ومع الدول السلاس وحتى مع الأردن وحتى مع مصر لأن الإرهاب واحد يعني الغريب أن هذا الإرهاب يعلن توحده في إطار جبهة مهما اختلفت تكتيكاته لكن توحده الإيديولوجيا ونحن نتعامل مع هذا الإرهاب بشكل متبايد ولكن عندما تضرب رأس هذه المجموعات وهذه اللي هي داعش تتمثل حاليا بداعش التي يتم تمويلها ويتم تدريبها والتعويل عليها في إنشاء هنا الخطورة يعني هذه تضرب هذه هنا الخطورة كيف هنا الخطورة من الخطأ أن نتعامل مع ظاهرة واحدة للإرهاب كل هذه الظواهر الإرهابية يعني بمعنى هناك داعش معجلة يعني ربما اختلفت مع جبهة النصرة على إقامة ما يسمى دولة الخلافة أو الإمارة لكن جبهة النصرة هي داعش رقم 2 الجبهة الإسلامية وكل هذه وجيش الإسلام الجبهة النصرة داعش رقم 1 هم داعش رقم 3 إذن كل هذه دواعش مؤجلة ومعجلة تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية ولنا أن نتذكر منذ ربما يومين كان هناك لقاء مع وثلي كراء كلارك الأمير العام لحلف الناتو لقاء على سي أن إن عندما قال بالحرف الواحد أن داعش صناعة أمريكية صناعتها أمريكا لمواجهة حزب الله لذلك نحن نقول الآن هذه المسميات هي أجيال للقاعدة لا يجب أن نتعامل مع أحدها ونترك الآخر على الإطلاق بمستوى التكفير داعش في ليبيا هي داعش في سوريا والإخوان المسلمين في سوريا هم في مصر سقوطهم في سوريا أدى إلى انهيارهم في مصر والعكس صحيح إذن الآن علينا أن نكون في إطار حلف موضوعي وأقول أكثر من ذلك أن النواة الميدانية الحقيقية لأي حلف يمكن أن يقوم هو ما قدمته المقاومة في لبنان ما قدمه حزب الله هذا ما أريد فقط أن أنوه عنه في لبنان تحديدا وحتى في سوريا هناك قتال وهناك محاربة جبهة النصر وداعش على قدم وساق وفي أماكن مختلفة نعم أنا أقول فعلا ما قطعته وما حققته المقاومة في لبنان حزب الله والجيش العربي السوري والدولة في سوريا والدولة في العراق جيشا وشعبا وعشائرا يجب أن يبنى عليه لا يمكن لأي حلف يمكن أن يقام بدون أن يرتكز على ما حققته هذه المنظومة على مستوى الأداء الميداني وعلى مستوى الأداء الفكري أيضا في مواجهة هذه صحيح وصلت الفكرة دكتور سليم حربا الباحث في الشؤون الاستراتيجية كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات التي أفتنا بها أعزائي المشاهدين نعود إلى مناقشة ما تبقى لنا من مواضيع في الجزء الثاني من آخر طبعا ولكن بعض الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود وأرحب بضيفنا في الاستوديو الباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور وفيق إبراهيم أهلا وسهلا بك دكتور وفيق يعني كنا نتحدث عن موضوع الدعوة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كجبهة عربية لقتال ومحاربة داعش والقضاء عليها كيف تجد هذه الدعوة وهل ممكن تلبية هذه الدعوة وتحقيقها هل هي كما تفضلت أنها بالحد الأدنى معقولة إلا أنني أعتقد أنها مرتبطة بطلب أوباما رئيس الأمريكي أوباما من الكونغرس مفوضا لمدة ثلاث سنوات بمهاجمة أي هدف للإرهابيين في كل الأرض أنا هذا التفويل طلبه من الكونغرس الأسبوع الماضي نعم وأنت تعرفين أن الأمريكيين اشترطوا عليه على أوباما أن لا يقاتل على الأرض بقوات أمريكية أن يقصد من الجو ويقوم بعملية كوموندو هل عندما يأتي طلب الرئيس السيسي يعني بعملية تفويل وقضاء على الإرهاب وهو يقصد ربما الإرهاب في ليبيا الإرهاب في العالم الإسلامي والعربي موضوع معقد لا بالتأكيد يقصد الإرهاب في المعربي سوريا ما بعتقد ولا مرة حكي في مصر بعدين الإرهاب إنه بعد ثقافي أول مسألة علينا أن نبدأ بها بتشفيف الثقافة الإرهابية من العالم العربي والإسلامي هذه خطة خمسية وعشرية تتكون أول شيء منبلش تشفيف المال تشفيف الثقافة الضرب العسكري إذا ضربنا عسكرية نضرب ماذا الإرهاب موجود لديه مؤسساته لديه مدارسه جامعاته كله موجود وحتى مصادر التنويل موجودة أنا أدعوك إلى قراءة صحف القليج طيلة هذا الشهر هم مع الإرهاب في الخارج وضع الإرهاب عندهم فقط لذلك هذا أمر خطيف جدا يعني أنا مثلا رئيس سيسي أقول له الإرهاب موجود في مصر موجود في ليبيا موجود في سوريا وهو إرهاب واحد عليه أن يعلن بالتزامن مع هذا الوضع تحارف مع جيس السوري لأنه إذا قال الإرهاب بسوريا هو وزيته لبس الإرهاب موجود في سوريا ومصر إذا كان صادق لنية علي أن يبتدئ بالتنصيق السياسي مع السوريين ثم ننطلقه لمحاربة الإرهاب هذا الأمر يبدو كخضعه أنا أقول لك أن أسلوب الرئيس السيسي يعني أنا بشعر كأنه يلتجي إلى أسلوب المقاولات يعني أعطيني بعطيك يعني مثلا اليوم رجل عمل تصريح يعني ما هو موضوع المقاولات أنا سأقول لك لماذا الخليج الخليج يريد من مصر أن تكون معه أنا مضد إيران فقط يعني كل الموضوع على الأول يحاول أن يبيع مواقع مثلا بينما قال الخليج هو الذي يصعفنا هو يقدم ولكن هذا واقع يساعدوا بشه مصر تحتاج إلى بناء اقتصاد من جديد لا تحتاج إلى اقتصاد نعم ولكن دكتور وفيخ حضرتك عم تطرح موضوعين طرحت موضوعين بدنا يعني بحاجة إلى وقت طويل موضوع الإرهاب الثقافة الإرهاب يجب القضاء عليها وهذا طبعا هذه بدأ عملية طويلة عريضة لقلب المناهج التعليمية والتربوي ولكن هناك خطر على الأرض لا يمكن أن نترك هذا الخطر لنذهب إلى تغيير جزري في هذا الموضوع لابد من عمليات سريعة وعلى الأرض يعني فورية أين يجب الأرهاب اليوم؟ الأرهاب اليوم بشكل أساسي في العراق وسوريا وثالثة مصر طبعا كيف أعلن وأطلب من العالم العربي والإسلامي أن يدعمني في القضاء على الإرهاب في مصر وفي ليبيا وبأترك الإرهاب في العراق وسوريا وهذا يتطلب خسن علاقات بالسياسة في العراق هناك جيش يقاتل في سوريا هذا احترام بسيادة الدول والأليل يعني يعلن أن الإرهاب الموجود في سوريا هو نفسه والإرهاب موجود في مصر هو نفسه والإرهاب موجود في ليبيا. لغاية اليوم السياسة الخارجية المصرية لا تتكلم عن هذا الموضوع على الإطلاق. لا تتكلم عن الموضوع. ومميلي حساسية هذا الموضوع في العلاقات. ولكن هناك في عدو مشهر. بالضبط ولكن هناك تنسيق وإن كان هناك تنسيق خلف الكواليس بين الأمن المصري وبين الأمن السوري. أول شيء الجيش السوري والجيش المصري لا يستطيعون أن يتعاونون عسكريا لبعض المسافات والمقطاع الجغرافي. علم أن الجيش السوري هو الجيش الأول الدولة المصرية تستطيعون تعاون مع الدولة السورية بانتخاذ مواقف على المستوى السياسي لغاية اليوم هذا الأمر لم يحصل كرما لعيون الخليجيين ولكن هل بمقدور فقط نحن نسأل هل بمقدور مصر فعلا أن تتخذ هذه المواقف وتستغني عن كل المساعدات يعني هي بحاجة إلى بناء اقتصاد. إلى أن تقوم ببناء اقتصادها هناك من يسعفها في هذا الشيء في موضوع الاقتصادي أنا لذلك بدأت معك أن الاقتصاد المصري لا يحتاج إلى عمليات إعانة يعني فورية يحتاج إلى إعادة بناء إذا ما يكون في عنا 50% من المصريين تحت خط الفقر و35% فقراء و15% الطبقة الوسطى والأغنية يعني هذا بلد منهار اقتصاديا هذا المساعدات العاجلة يعني متسكن هي أشبه بالمسكينات تحبط الأسماعين أما الاقتصاد المصري فهو يحتاج إلى نقلة نوعية إعادة بناء هذه لا تتم بالخليج لأن الخليج أصلا ما عنده اقتصادات متطورة عنده اقتصاد ريعي يشيل نفط من مياه يعطي حصة هل الاقتصاد المنتج على السيسي أن يقوم بمغامرة أن يقوم بتكلم مع روسيا مع الصين مع العند مع إيران مع دول البريكس يعني هناك خيارات أخرى في العالم طب أزيارة بوتين إلى مصر أليست مبشرة يعني تحاول روسيا أن تسجل خلقا أن تعود إلى التوسع السوفيتي السابق الذي كان موجودا يعني لذلك أنا أعتقد أن القيادة المصرية الحالية تستطيع أن توازن في علاقة مع الخليج من جهة ومع الدول المتطاررة من الإرهاب في العالم العالمي ليس عليها أن تبقى على هذا النحو لقد لا يتجرأ وزيخ خارجية مصر أن يقول كلمة نظام سوري إلا ويردفوها نحن ما بيصير أنت بحارب ولكن ليس هذا ولكن هذا ليس أكثر من مرة كان هناك حديث عن هذا الموضوع حتى لاحظ دكتور وفي حتى لاحظ دكتور إلى أي حد هناك انتقادات لكل الدول التي حاربت سوريا أو التي دعمت من يحارب سوريا ولكن لم يكن هناك أي مأخذ على مصر حتى في خطاب الرئيس بشار الأسد في كل الكلمات التي يلقيها كل المسؤولين السوريين ليس هناك من أي انتقاد إلى مصر مصر لي مركز العالم العربي مصر أباهدت عن قيادة العالم العربي منذ أيام السادات لا فقط أريد أن أقول أنه لو لم يكن هناك فعلا تنسيق بشكل سري وبشكل أنه ربما خلف الكوانيس ماذا يفيد التنسيق السري ماذا يفيد عسكريا لا قيمة له سياسيا أي تنسيق من قال أن الأمن لمن قال أن الأمن لا يفيد بالمخططات العسكرية هذا هو دوره المطلوب اليوم إلغاء حالة عندما تجتمع الدول العربية بقيادة الخليج وتأخذ قرار بطرد سوريا من عضويتها في الجامعة العربية هذا عمل على مصر أن تصحه هي الدولة القادرة العربي من العام اليوم يعني هو مصري طول عمرها جمع العربية محايدة بالخلافات العربية إلا في هذه المرحلة أنا أعتقد جزاما وأزم أن مصر تستطيع أن تبني سياسة متوازنة وأن تأخذ مساعدات وأموال حتى بأن الخليج يعني لاحظ ليس مطلوبا من مصر أن تقوم بندقية للإيجار كما قال هو السيسي اليوم يحاولون استعمالها كبندقية لإستعمالها ضد الدول المتعادية مع الخليج أو الدول التي يعاديها الخليج بالأحرى لذلك هنا تكمل المشكلة وهنا يكمل الخلل العربي الكبير الخلل العربي سبب ابتعاد مصر عن المشاكل الفعلية للعالم العربي الإرهاب هو نفسه القاعدة ومشتقاتها إنما الاكتفاء بهذا الكلام كما قال عند الحرب خطأ الإرهاب هو إرهاب وهابي المدرسة الوهبية في العالم التي تقدم قراءة مختلفة عن كل القراءات للإسلام التي سببت بهذا الإرهاب منذ تشفيف مرامعها ومنذ أن نأخذ موقف على مستوى القيادة السياسية المصرية والقيادة الدينية المصرية المتمثلة بالأظهر نعم سنتحدث عن هذا الموضوع ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل السفير القوة العربية المشتركة تصطدم بمصالح الغربي وإسرائيل تدخل مصر عسكريا في ليبيا تحت راية مكافحة الإرهاب مرفوض غربيا التحفظات على ذلك كانت واضحة من الدول الأوروبية التي انضمت إلى واشنطن لإصدار بيان يعلن هذا الموقف بعض المخضرمين في شؤون المنطقة يقولون إن رفض منبعه الأساسي الخشة الأصيلة من أي تحرك عربي موحد لسيما عسكريا وخوف الاحتلال الإسرائي من أي سابقة كهذه دبلوماسي غربي يقول للصحيفة إن هناك ترقبا لمناخ أفضل يمكن أن ينجم إذا تم التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني قبل الموعد النهائي في أواخر آذار المقبل هذا الدبلوماسي وعقد جولة مباحثات مع العديد من المؤسؤولين الإسرائيليين مؤخرا وهو ينقل أن الأولوية الأولى للإسرائيليين هي إيران وحزب الله وثانيا سوريا وفي نهاية يأتي الوضع الفلسطيني ويؤكد الدبلوماسي أنه من السذاجة التفكير بأن هندسة التسوية في سوريا يمكن أن تحصل من دون حساب دقيق للمصالح الإسرائيلية أرياض السعودية تونس الإرهاب في سوق المزايدات السياسية والإعلامية أصبحت العمليات الإرهابية التي تستهدف القوات الأمنية العسكرية التونسية مركز تجاذبات ومزايدات بين الأطراف السياسية والإعلامية وتشمل قائمة المسهدفين بهذه الاتهامات العديد من القيادات والشخصيات لكن أكثرها وضوحا بعض القيادات الأمنية العليا في وزارة الداخلية ومنها آمر الحرس الوطني الذي تتهمه أيضا النقابات الأمنية بالانتماء لتنظيم إرهابيا وضلوعه بطريقة أو بأخرى في الاغتيالات والتخطيط لاختطاف جهاز أمنيا وتحويل أطنان من الأدوية إلى منطقة الزنتان في ليبيا وغيرها من التهم بحسب ما أكده رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن في عريضة قررت المنظمة رفعها ضد آمر الحرس الوطني إلى الجهات القضائية للمطالبة بفتح تحقيق بتهمة تسهيل ارتكاب جرائم إرهابية خلال الولايات الأولى للرئيس الأمريكي باراك أوباما ضغط بعض أعضاء مجلس الأمن القومي لسحب المقاتلات الأمريكية من قاعدة جوية في قطر احتجاجا على دعم الأخيرة للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط لكن مسؤولين أكدوا أن البنتاجون تراجع عن ذلك باعتبار أن القيادة العسكرية الأقليمية التي تحافظ عليها واشنطن في القاعدة تعد أساسية العمليات في المنطقة المسألة تقررت أواخر عام 2013 هذا يظهر الانقسامات داخل إدارة أوباما بشأن التحالف مع قطر مؤيدوها التحالف الأمريكي القطري يقولون أن الدوحة أساسية لمحاربة داعش الضربات الجوية ضد التنظيم تمت غالبا انطلاقا من قاعدة في قطر كما أن القوات الجوية القطرية وفرت الدعم لجستية والمراقبة لكن الإمارة الخالجية منحت أيضا الدعم المالية والديبنوماسية للجماعات المتمردة يعني اللي نكمل في الملف نفسه دكتور وفي يعني استكمالا للموضوع السوري في صحيفة البناء حضرتك اليوم كتبت مقالا تحت عنوان مشروع الدولة السورية ينتصر على أربعة مشاريع إقليمية ودولية ما هي هذه المشاريع وكيف انتصر وهناك من يتحدث ويقول أن الأزمة السورية مازال أمامها في الأقل خمس سنوات الحقيقة أن الدولة السورية تكاد تعلن انتصار الدولة السورية تحارب أربعة مشاريع على نفس الأرض المشروع التكفيري الصادر من القاعدة ومثيلاتها مشروع أخوان المسلمين ومشروع الثالث ومشروع آل سعود أنا أتكلم عن مشروع الثالث القايم على تحالفات مع دول ضد الدولة السورية والمشروع الرابع هو المشروع الذي يتكلمون عنه على المعارضة المدنية المعتدلة ذلك هناك أربعة مشاريع مجرد أن تصمد الدولة السورية لهذه المدة الطويلة هذا انتصار لماذا؟ لأن هناك استحالة إسقاطها كان المطلوب أن تسقط هذه الدولة بسرعة فإذ بها تبرهن مع تحالفاتها في العالم العربي وتحالفاتها على مستوى الأقليمي والدولي أنها دولة مقتدرة تقدم نموزجا لأنا لا أقول أنه كثير تطور لكنه نموزج أفضل من النمازج المقدمة حالية يقوم على العروبة العروبة أولا اثنين المدنية هناك نظام مدني في سوريا يعني لا يطالب بإعادة المجتمع إلا أنه في 1500 سنة إلى الوراء يعني يتكلمون عن ثورة سورية الثورة هي حركة التقدم على مستوى الفكر فإذ بهم يقدمون نمازج اجتماعية وسياسية تعود إلى 1500 سنة على الأقل لذلك النظام السوري متقدم على كل هذه الطروحات المطروحة حاليا على المستوى السياسي وعلى المستوى المدني لذلك هذه المشاياة الأربعة هي التي في أزمة ودليل أنهم ينتقلون من إرهاب داعشي إلى إرهاب الأخوة المسلمين إلى إرهاب حتى المجموعات المدنية وصولا إلى ما يفرحونه حاليا حول تدريب مسلحين ينتقلون إلى معارضات مدنية أنفسهم كانوا في داعش وكانوا في النصرة وكانوا في أحرار الشام وفي مختلف هذه التنظيمات من هنا أن أقول أن النظام انتصر في سوريا هناك حوالي 60% من دولة صحراوية هذا في الصحراء لا يوجد أحد يعني السورية المدنية المجرية المسكونة معظمها في يد النظام السوري وحتى اليوم لا يزال النظام السوري على كل الهجمات التي حدثت يزال يؤمن حد الأدنى مطلبات الناس على مستوى البنية التحتية ومستوى الكهرباء والماء والرواتف وإلى آخره كلها مؤمنة من هذا النظام الذي يهاجم من كل أنواع البشر على انطلاقا من هذا كتبت هذا المقال وقلت فيه أن من هو الذي في أزمة اليوم المشاريع للتحارب السورية وليس السوريين بذليل ما ترين على الأرض أن مشروع الدولة يكبر ومشروع الآخرية يكبر الحلول السياسية التي يتم الحديث عنها يعني كيف سيكون انعكاسا نتيجة هذا الانتصار الذي تحدث خضرتك عنه هناك لماذا تضطر سوريا للذهاب إلى حل سياسي؟ لا مضطرة أولا هناك فئة من السوريين قاموا ضد النظام ويطالبون بتطوير هذا النظام التطوير ضرورة يعني في قسم المعارضة الطالب بنفس النظام ويعادة سوريا إلى الحالة المذهبية أو الحالة الرجائية بالمفروب الإسلامي وهناك فئات من المعارضة الطالب بالتطوير باتجاه ديمقراطي أفضل هذا حق لها أنا أعتقد وأعتقد جازما أنه بإمكان النظام السوري أن يبقى على عروبته كفكر يؤمن التضامن بين المجتمع عودي اليوم يا ونظري إلى كل هذه الشلالية التي تسود العالم العربي ما هي الإيدروجية الوحيدة التي تجمع بين الناس؟ ليس أوليك إلى العروبة حتى الإسلام دمروه يعني دمر بعز النظريات لتضعه ودمره إمكانية قيام وحدة إسلامية اليوم ليس هناك إلا العروبة فكرا لإعادة الجمع بين الناس سواء في المقر المعربي أو في المسطن العربي نحن نتكلم عن مستوى السورية لذلك النظام السوري يبقى متقدما بعرومته ويبقى متقدما بمدنيته وهنا أن أتكلم عن هذا النصر وليس على المستوى العسكري فقط نعم في صحيفة السفير كما ورد في تقرير الحدث اليوم القوى العربية المشتركة تصطدم من مصالح الغرب وإسرائيل يعني أيضا هذه المصالح برأيك يعني إلى أي حد قادرة الدول العربية حتى تطالب دمع الدول العربية وتطالب أن يكون هناك فعلا حلف على ابتداد العالم العربي طيب إلى أي حد الغرب سيترق أنا أسأل القوى العربية التي تتكلم عنها إسرائيل تحديدا طيب القوى العربية التي تتكلم عنها السيسي أين هي؟ هل لدى الدول العربية المنظورة فوائد عسكرية تستطيع أن تشكل بها قوة عسكرية لإجتياح المنطقة؟ هل هذا كلام؟ أنا أعتقد أنني مع السيسي ومع واطفه إنما أسأله هل بإمكان الخليج مثلا أن يقدم ألفين جندي؟ يعني العراق في أزمة الكتلة العسكرية الكبرى في أزمات داخلية العراق، سوريا، مصر حتى الجزائر مناكة طوليس انتهت ليبيا انتهت من أين سيأتي بالجيش؟ أنا أحكي عن قوة عسكرية عربية يعني كأنني أضحك على نفسي وعلى الناس ولهذا رفضت الجزائر حلا عسكرية في ليبيا؟ لأنه عندها مصالح بالمغرب أكتكتب من مصر الجزائر بلحاث كونها كتلة كبيرة في المنطقة لديها مصالح هل مصر أنا أعتقد أن تستطيع أن تقوم بعمل عربي بمعزل عن أي استشارة أمريكية إنما يبدأ بيأخذ موقف فعلي من الإرهاب بكل عالم عربي وليس فقط في مصر وليبيا عندما يأخذ الإنظام السياسي المصري موقف واضح من الإرهاب الوهابي الداعشي كلنا معها أما هذا الالتباس يجعلنا نشك بوجهة هذا الطالب المصري فقط من هذه الزاوية أيضا إسرائيل في هذا الموضوع سيكون لها الكلمة أيضا كما لها الكلمة على الحدود الجنوبية إسرائيل تسر عندما يتجزى العرب هذه قاعدة التصدية تجعلها عضو في العالم العربي إسرائيل عندما يكون هناك عروبة في وجهها تصبح عروبة وإسرائيل أما عندما شيعة وسنة ومماليك وإلى آخره تصبحهم أيضا يهود كانوا موجودين في المنطقة في يوم من الأيام لذلك خطورة إسرائيل أنها تستفيد من يحدث بشكل واضح ويتشجع عليه وتشارك به إلا أن إسرائيل اليوم تحاول ضرب المشروع المشروع استراتيجي الخطر الذي يشكله خطرا فعليا وهي هو إيران لماذا لا تعادي قطر وتعادي إيران أنا أسألها ببراءة لماذا لا تعادي مصر وتعادي إيران إسرائيل تحدد أين مصدر الخطر إيران والعروبة الموحدة إنها تريد تصدية العالم العربي ولا تريد أي نظام إيراني متطور سواء كان عنده نووي أو ما عنده لذلك هذا هو المشروع الإسرائيلي في المنطقة العروبة وإيران مثلا ليش إسرائيل ما بتعادي الدول الأخرى هلا حاليا بتعادي شيء دولة عربية لأنها تعرف لأنها عالم عالم مفكك مفكك على المستوى المذهبي على المستوى الطبئي على المستوى الجهوي يعني هناك العديد وهذا تحديدا يعني ما يتم سؤال عنه كيف تريد أن يكون هناك جبهة لمحاربة هذه الظواهر الإرهابية يعني هناك تفكك حقيقي مصر الدواءة من مصر يا سيدتي تريد لوحدة مصر أن تقوم ب مصر بمجرد الإعلان السياسي تسقط الجانب السياسي بالمشروع لأنه مصر عدم أرغمت بالدعم الخليجي أو بغيره على أن تجعل الجامعة العربية دمية يعني كل الدول التي تمول الدول العربية معنا فقط دقيقة ونصف يعني سأحاول أن نختصر قدر الإمكان كل الدول التي تمول الإرهاب وتدرب وتدعم وترسل يعني كيف سيكون الموقف من مصر ومصر منهكة مصر منهكة ولكنها تستطيع أن تخرج من إنهاكها عندما يتأمن لها نظام سياسي يرعى مصالح وأبنائها نحن لا تتكلم بشكل خيالي تتكلم بشكل فعلي طبعا بعد كذا السن ولكن حاليا هناك معاناة من الإرهاب معاناة لأننا بلجت أن التوازن في السياسة بين الخليج وباقي العالم العربي يعيد هؤلاء الذين يدعموا الإرهاب إلى وجدهم كيف كانت مثلا العلاقات حتى عيام عبد الناصر كان فيه سوء علاقة بين مصر والخليج إلا أنه بالوقت نفسه كان فيه نعم العلاقات الزمن غير الزمن الزمن غير الزمن طبعا إذا أنا بدي أفضل الإرهاب والإرهاب موجود في سوريا والعراق ما تحقي معه شو الطريقة هذه أنا أعتقد أن الموقف السياسي المصري لن يكلفها عداء عميقا مع الخليج تأخذ موقف هلأ يوم السعودية تدعي أنها معايدة للإرهاب تستطيع سوريا بصر انطلاق من الموقف السعودي أنا كمان معادي للإرهاب في سوريا وفي العراق وفي كل مكان هذا الإرهاب ينهج العالم عربي لن يبقي على شيء إذا لم يأخذ العرب موقفا فعليا منه وهم حتى اليوم لم يأخذ هذا الموقف للأسف انتهى الوقت دكتور وفيق إبراهيم شكرا جزيلا على حضورك حضرتك الباحث في الشؤون الاستراتيجية ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة